بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الاهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الاهل العظيم والنهاردة مباراة مهمة جداً 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 في نهاية كاس مصر بين نادي الاهل بطل مصر وبطل إفريقيا أمام بيراميدز مباراة بطولة وكمان بمعنى أداء قادر أقول إنها مباراة بطولتين لأن إن شاء الله لو ربنا كرمنا النهاردة بالفوز يبقى حناخد كاس مصر للمرة 38 وكمان حنلعب يوم 5 مايو في الإمارات أمام الزمالك على بطولة كاس السوبر المحلي ماتش من ناحية الفنية ماتش مهمة جداً ماتش صعب ماتش صعب على الفرقتين لأنه أولاً نهاية كاس وطبعاً حضراتكم عارفين الظروف يعني المحيطة بالفرقتين يمكن ماتشات الكاس لها يعني شكل تاني ممكن تكون مش في حالتك بس ممكن تكسر ممكن تكون كويس وفي حالتك بس غايب عنك التوفيق تخطف منك الماتش لكن إن شاء الله إن شاء الله دايماً بحيب التفاعلة بالماتشات دي آه مركزين فيه قلق كتير جداً كل ما قابل واحد نهاردة قولي الماتش صعب الماتش غلس الماتش مؤلي آه الماتش مؤلي طبعاً إن كمان ماتش بطولة ماتش بطولة يقلق طبعاً يقلق أكتر زي مسلاً الماتشات اللي حتجلنا بعد كده في بطولة أفرقيا دي ماتشات كقوس لأنها خروج مغلوب النهاردة نهائي كاس إن شاء الله إن شاء الله نادي الأهلي يلعب كويس إن شاء الله نادي الأهلي يبقى موفق نادي الأهلي إن شاء الله يتوج باللقاء ويتوج بالبطولة